إذاعة صوت النجاح تقدم برنامج تألق من إعداد وتقديم دكتور محمد بشارات بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي المستمع عزيزة المستمعة سلام من الله عليكما وسلام إليكما تحية محبة فأهلا بكما معي اليوم في رسائل التنمية البشرية ومع برنامج تألق وحديث اليوم معكما بعنوان احتفظ بهدوءك عزيزي المستمع حقيقة الهدوء سلاح قوي نحتاجه اليوم في هذه الحياة الجميلة كما الحياة الصعبة تحتاج إلى الهدوء لأنك لابد أن تكون أكثر هدوءا حتى تكون أكثر اتزالا حتى تكون أكثر قوة نحتاج الهدوء لأن هذا الهدوء هو الذي يعطينا الراحة النفسية والاسترخاء خصوصا أن كثير من الأشياء التي نعيشها في حياتنا تغضبنا وتشعرنا بالغضب وتشعرنا يعني باللا هدوء ولا راحة نحتاج إلى الهدوء حتى نكون أكثر تألقا وأكثر سعادة وهل تعلم عزيزي المستمع كيف تهرب الأسماك الصغيرة من قوة ومن بطش الأسماك الكبيرة المتوحشة؟ على فكرة هي بتكون بحيلة بسيطة كثيرة كما جاء قال تقوم بتعكير الماء بذيلها وزعان فيها حتى تصبح الرؤية فيها صعبة فيصاب السمك الكبير بالهيجان فيسهل على السمك الصغير الهرب والاختباء إذن استطاعت هذه السمك الصغيرة أن تغرب من بطش السمك المتوحش أن تحدث هذه الضجة وتحدث هذه الماء المختلط الماء الغير هادئ الماء الآسن ولكن لقد تعلم البحارة طريقة تعكير الماء هذه واستخدموها كحيلة لصيد السمك فهم يقومون بتعكير الماء حتى يغضب السمك فيفقد هدوءه وتضيع الرؤية من أمامه ويتطرب حركته ويتخبط يمنة ويسرة إلى أن يجد نفسه أيضا واقعا في شباك الصياد من هذا المشهد عزيز المستمع عزيزة المستمعة نتعلم أمر جدا مهم جدا مهم وأن نحتفظ بثباتنا وهدوئنا إذا ما تعكر ماء الحياة وإذا ما تشوشت الرؤية لفترات أمام أعيننا سواء كان هذا التعكير بفعل عدو أو بفعل صديق أو بفعل حاسد أو بفعل ناقد سلبي أو بسبب تصاريف القدر لوائر الأيام أي شيء قد يكون هناك يعني أي أمر يعكر هذا الصفو ولكن ما هي ردة الفعل؟ لا تكون ردة فعل لا ردة فعل سريعة غير منضبطة إن لم نترس ردود الأفعال قد نخسر كثير أنا أعلم كثير من الناس يعني غاضبين أو من النوع الغاضب تجدوا في بعض الأحيان يخسر وظيفته يخسر أصدقاؤه يخسر أقرباؤه لأنه سمح لهذا الغضب أن يتملكه وسمح للشيطان أن يتملكه وسمح لهذا الغضب أن يجعله أن يفقد أصدقاؤه وأحباؤه للأسف لأنه غضبان وردت فعله عنيفة وسريعة غير منضبطة وغير عقلانية وهذا بيخليه يوصل لفشل ياما ناس للأسف الشديد أحكيه وبألم هذا الغضب خليه يفشل حتى في مشروعه خليه يفشل حتى في التحدي خليه يفشل حتى في الفوز خليه يفشل حتى في الانتصار هذا الغضب يخليه يخسر كثير ياما من الرياضيين غضبه خليه يخسر مباريات وغضبه خليه يخسر جوالات وياما ناس من أصحاب المشاريع الشابة غضبه خليه يخسر المشروع أو غضبه خليه يخسر الهدف اللي بده إياه عزيز المستمع عزيزة المستمعة مرات من لأي حالنا يعني من هذا الغضب اخسرنا كثير أشياء بدنا إياها في حياتنا وخرجنا عن اللي بدنا إياها ورحت الأهداف اللي حطيناها قدامنا وسعينا إننا نحققها لأنه سمحنا لهذا الغضب أن يسيطر علينا سمحنا لهذا الغضب أن يجعلنا غير عقلانيين غير هادئين بل سمحنا له أن يدمر الأحلام سهل الإنسان أن يحتفظ بثبات في الظروف العادية على فكرة سهل كثير على الواحد أن يكون أكثر هدوءا لما تكون أمور هادئة وأمور طيبة ولطيفة ولكن الثبات وقت الشدة عزيز المستمع والنوازل والمصائب يحتاج إلى يقين قوي يحتاج إلى تمرس مستمر يحتاج إلى هدوء أعصاب مستمد من روح متزنة يحتاج أن نصمض وأن نصبر في عزم الشدائد وفي عزيمة الشدائد وفي قوتها وفي قوة المصائب يحتاج منه الهدوء لأن الوصية التي جاءت لذلك الصحابي لا تغضب لا تغضب لا تغضب لأنه كان يعلم يصلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل فيه الغضب وهذا الغضب قد يجعله يضيع كثير الأشياء في الحياته أنا أقول لك احتفظ في هدوءك أيها المستمع الكريم أيها المستمع الكريمة لا تجعل هذا الغضب يضيع أطفالك أنا أعرف والله أعرف أشخاص غضبهم جعلهم يعني يؤذوا أطفالهم أو يؤذوا أبناءهم أو يؤذوا بيوتهم أو يؤذوا حتى أعمالهم أو أصدقائهم هذا الغضب خلاهم يخسروا حتى في بعض الأحيان حياتهم أو يخسروا أجزاء من حياتهم لا تخلي هذا الغضب يسيطر عليك احتفظ في هدوءك لا تخليك ردة فعلك صعبة وسلبية لأنها هي ردة الفعرة هتخسرك كثير أشياء من الحياة احتفظ احتفظ في هذا الهدوء لأنه الأمر مهم كثير يعني الإنسان بده يتعلم أنه هذا الهدوء بيخليه هادي وقوي ومتزن ما أجمل أنك تكون إنسان هادئ وما أجمل أنك تكون إنسان قوي على فكرة قوتك في هدوءك تعرف إمتى حينما تشتد الأمور وتشتد المعاركة وتشتد يعني كما يقول مع معان هذه المعاركة قديش أنت بيكون عندك هذه القوة قديش بيكون عندك هذا الهدوء قديش بتخليك قوي ومسيطر على غضبك لأنه الغضب صراحة عزيز المستمع عزيزة المستمعة والتخبط وفقدان الاتزان بيخلي أمامنا الرؤية غير واضحة بيجعلنا دايما أسر ردود الأفعال العشوائية وبنخسر الهدوء وبتخلي كثير أمامنا غيوم وضباب وفوضى أرجوك أرجوك يا عزيزة المستمع عزيز المستمع لا تسمح لخصمك أن يستفزك إذا ما عكر الماء وشوشت الرؤية أمامك كن هادئا وامتلك أنت زمام المبادرة حتى في وقت الشدة والأزمات احتفظ في هدوءك أرجوك قبل أن تخسر كثير من الأشياء قبل أن تخسر ابنك أو بنتك أو صديقك أو مشروعك أو مالك أو صاحبك أو حبيبك أو أي حد احتفظ في هدوءك احتفظ في هدوءك ولا تخسر تخصصك ولا تخسر من تحب احتفظ في هدوءك لأن هذا الاحتفاظ في الهدوء سيجعلك أكثر قوة سيجعلك أكثر انبساط سيجعلك أكثر سعادة وسيجعلك أكثر تمكنا في سيطرتك وإدارتك لغضبك كان أحد الطالب على فكرة المتفوقين الذين تخرجوا من الجامعة كان مطلوب منه أن يلقي خطبة في حافل تخريج وهذا نياب عن زملاء طبعا بعد تفكير طويل راح الطالب لمكتبة الجامعة وحاب يشوف بعض الكتب والأقوال المأثورة راجحها وتعلمني الكتب القانون درسها لكني مستطعت تحديد فكرة خطبه ثم قرأ بعض الكتب عن كيفية تلقاء الخطب والكلمات لكنه لم يتعثر في ضالته يوم الاحتفال جلس الطالب بشان يتناول وجبة الإفطار اجت بباله هيك حكمة من حيث لا يدري فقد قرأ في غلاف علبة الكبريت الذي كان يتناولها عبارة ابقي البسكويت باردا دون أن يتجمد فكر الطالب أن الإنسان يجب عليه أيضا أن يكون كذلك وأن في هذه المقولة كثير من الحكمة ووقت الخطبة واللقاء للكلمة حكى الطالب هذه القصة للجمهور المستمعين وأنها خطبت قائلا كونوا هادئين لكن ليس إلى درجة التجمد أنا لا أحتاج منكم عزيزي وعزيزة المستمع أن يكون هدوءك هدوءا متجمدا أن يكون هدوءك هدوء لا مبالي وإنما أحتاج هدوء القوي هدوء المتزن هدوء الإنسان المتألق في حياته في الختام أتمنى لك ولكي الاستفادة والاستزادة والتطبيق حتى نكون متألقين في حياتنا متميزين في مجتمعاتنا وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته محبكم محمد بشارات استمعتم لبرنامج تألق أعده وقدمه لكم دكتور محمد بشارات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة